تحتفل مملكة البحرين مع دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف الثلاثين من يوليوم من كل عام وفقاً لما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر عام 2013 حروف مضيئة تمت إضافتها لسجل الإنجازات الحافل بما تحقق من إنجازات دولية وإقليمية ومحلية لمملكة البحرين في القضاء على الاتجار بالأشخاص وضمان حقوق الإنسان وصونها التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعزة لبيئة العمل وحماية العمالة بحرين قدمت طلبة تكون عضو مراقب من أكثر من عشر سنين تقريباً في المنظمة فده يخلي بحرين تقدر تتطلع بشكل إيجابي على إيه هي النظم وأولويات المنظمة وكده من البقر بتاعنا الرئيسي في جيناف كدولة لها دلوقتي خبرة ملموسة في مكافحة جريمية الإتجار دلوقتي ده طبعاً بيحط البحرين في مكانة مهمة جداً استراتيجية جداً لأن دلوقتي كمنطقة الخليج عمتها طبعاً تعداد العمالة الوافدة التي عليها أعداد كبيرة جداً وفي نفس الوقت التحديات الموجودة تعتبر مش موجودة في مناطق تانية تغرير الخارجية الأمريكية أكد على جهود مملكة البحرين بمحاربة تلك ظواهر السلبية التي تتنافى مع طبيعة الإنسان والتزامها بالمعايير الخاصة كما هو منصوص عليه بمكافحة الإتجار بالبشر بفضل النهج الثابت في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء وتوجيهات سمو ولي العهد هنا في البحرين فقط احنا كشريك للحكومة نعدي خبرتنا نحاول نبلورها نوصلها للحكومة والحكومة بعد كده نشتغل عليها في زي دليل إرشادات حاجات مختلفة تقدر بعد كده تتعامل معها سواء بالضحية أو سواء في إدارة مركز الإيواء يعني في جهات مختلفة مملكة البحرين التزمت بحفظ وصون حقوق الإنسان ولقد شهدنا في الفترة السابقة بعض الحالات التي احتجنا فيها للتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل التي عملت شاكرة على حل مشاكل عدد من مواطنين والتأكد من عودتهم إلى بلادهم سالمين كما أكد التغليل الأمريكي على حزمة المشاريع والبرامج الريادية واستمرار الجهود الحكومية في مكافحة الإتجار بالأشخاص والتوسع في جهود التحقيق ومحاسبة من يتم إدانته لا سيما فيما يتعلق بالعمل الجبري فلا تجد مطلقا أي تمضلة لأحدهم دون أن يتم تطبيق العقوبات القاسية على صاحب العمل في حال ثبوت إدانته صدرت القرارات من مجلس الوزراء المواقر حول الموضوع والآن نحن باستكمال بقية القرارات التي تصدر عن وزارة العمل وعن هيئة تنظيم سوق العمل يتكون النظام من آلية يتم فيها ربط النظام البنكي وشركة بنيفت تحت إشراف مصرف البحرين المركزي بقاعدة بيانات تتواجد لدى هيئة تنظيم سوق العمل بحيث نطلع على عملية تحويل الأجر ولا نطلع على الحسابات البنكية أنفسها ويوفر هذا النظام تقليل من الوقت المستهلك في عملية حل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجر يبدأ تطبيقها في شهر سبتمبر القادم شهر تسعة بعد شهرين كمرحلة تجريبية تستمر ثلاثة أشهر يتم بعدها الدخول في التطبيق الكامل هذا الإنجاز الرائد لمملكة البحرين سوف يخلد التاريخ ويسجلها العالم بحروف من نور لأنها ترتكز في المقام الأول على دعم الإنسانية ومحاربة أي ملامح للاعتداء عليها فاستحقت مملكة البحرين اليوم أن تكون منبرا للتسامح والتعايش ونبذ العنف والعنصرية والإتجار بالبشر نظرا لنجاح البرامج الحكومية التي تدعم مكافحة الإتجار بالأشخاص على كافة مستويات العمل بالقطاع الحكومي ومحاربة الظاهرة بكافة أشكالها في المملكة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر